لن تصدق ماذا فعل هذا الإنسان الألي بهذا الطفل الصغير سنذهب الآن إلى العام 2300 حيث قد سيكون قد مر مئات السنين على اختراع الإنترنت واجهزة الحاسوب وستقفز التكنولوجيا إلى أكثر من 300 عام إلى مستوى لن نره فقط إلا في أفلام الخيال العلمي وفي مخيلاتنا لنفترض الآن نحن بالعام 2300 أصبح بإمكان السيارات التحليق واصبح بإمكان البشر الانتقال عن بعد واصبح للإنسان الألي ذكاع اصطناعي خارق فقد تم برمجتهم لتطيع الأوامر وأن لا تضر بالبشر وتنفذ كل أمر تتلقاه حرفيا أصبح منتشرا في الأسواق العديد من الروبوتات المعروضة للبيع لكن الروبوت الأكثر شعبية هو الروبوت كايب اس اكس 3000 والذي تم صناعته خصيصا ليكون صديقا للأطفال وللقيام بالأعمال المنزلية فهذا الروبوت يتمتع بكل مواصفات الصديق المثالي كاللعب والتحدث ومصحبة الأطفال إلى أي مكان يذهبون إليه بالإضافة إلى الأعمال المنزلية حتى أنه يعد الطعام كان هذا الروبوت هو خلم لطفل يدعى أدريان الذي يبلغ من العمر 9 سنوات والذي لطالما تمنى أن يمتلك هذا الروبوت كايب اس اكس 2000 فلم يكن له أصدقاء وكان لديه والديه دائما ما يتشاجراني طوال اليوم أصبح أطفال هذا العصر منعزلين في غرفهم ويقضون عوقتهم باللعب بألعاب الواقع الافتراضي ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعية ثلاثية الأبعاد بحيث يرون ويتحدثون مع اصدقائهم من خلال صور ثلاثية الأبعاد لكن على رغم من كل ذلك فإن كل هذا لم يجزب انتباه الطفل أدريان قط وفي أحد الأيام عندما عاد أدريان من مدرسته وجد والديه يتشاجراني كالمعتاد وعلى رغم أن هذا الأمر معتاد ألانه في تلك المرة واجههم قائلا لقد عزت من تلك الحياة فكل ما تفعلون هو الشجار ليتني لم أولد وعندما انتهى من كلامه انطلق مسرعا إلى غرفته وعينيه ممتلية بالدموع توقف والديه عن الشجار عندما سمع هذا الكلام وبعد دقائق صعد والده إلى غرفته وقال له أنا يسف لما حدث فلم يعود باستطاعتي أنا وعمك العيش في سلام وأعلم أيضا أني لم أعود خصص لك وقتا أقضيه معك ولكن غيدك أن كل هذا سيتغير قريبا وبعد أن انتهى من قول ذلك خرج من غرفة ابنه وانتهى اليوم دون مشاجرات أخرى وباليوم التالي استيقظ أدريان على صراخ مرتفع مفاجعة فقد كان والديه قد دخلا إلى غرفته فبسبب المشاكل والقلق الدائم نسي أدريان أن هذا اليوم هو يوم عيد ميلاده فابتسم الطفل لرؤية والديه سعيدين فهذا لم يحدث منذ فترة طويلة لكن ليس هذا فقط فقد رأى أيضا أن هناك صندوق كبير الحجم وعليه شريط هدايا فقال أدريان متحمسا هل هذا لي؟ فأجابه والديه نعم هذا لك وعندما فتح الصندوق وجد ما كان يتمناه طيلة حياته السابقة فقد كان الروبوت كيب آس اكس ثلاثة ألاف وبدون تردد اخرجه الطفل وقام بتشغيله حينها قال الروبوت مرحبا ما اسمك؟ فأجابه الطفل أدعى أدريان مالكك الجديد وأنت سيكون اسمك كودي وبعدها قام أدريان بعناقه وقد تغيرت حياة أدريان منذ تلك اللحظة فلم يعد تعيسا ووحيدا كما كان من ذي قبل فقد أصبح لديه صديق يصاحبه إلى أي مكان ويلعب معه دائما وبعد مرير أيام وأسابيع وشهور عاد ولديه للشجار مجددا ولرغم من أن أدريان أصبح لديه صديقه كودي ألا أنه كان يشتاق إلى حنان والديه والسعادة التي كانت بمنزله وبعد عام بدأ اهتمام أدريان تجاه الروبوت كودي يقل شيئا فشيئا فكان مثل أي شيء دائما ما يظهر الجديد منها فظهر في الأسواق روبوتات جديدة وأفضل حال للبيع ولهذا شعر أدريان بالملالي تجاه الروبوت في أحد الأيام كان يلعبان الغميضة لعبة التخفي وجعل أدريان الروبوت يعد حتى الرقم 100 ووسط عاصفة الرعدية ظل الروبوت يعد تنازليا تحت المطر وعندما انتهى كودي من العد توجه ناحية المنزل وقال لي أدريان ها قد وجدتك كان والدي أدريان يتشجران في تلك اللحظة وكان صوت شجارهما يملأ أرجاء المكان انزعج أدريان للغاية وأطلق غضبه على كودي قائلا هيا نذهب للعب الغميضة في تلك المرات طلب أدريان من كودي أن يعد حتى الرقم مليون ظل كودي يعد تنازليا للرقم مليون أسفل المطر فهذا هو حال كل الروبوتات التي تم تصميمها خصيصا ليطاعة أوامر البشر دون أن تعترض مرت ساعة وكودي لازال تحت المطر يعد تنازليا ولازال الطفل منزعجا لاستمرار والديه على الشجار خرج أدريان من المنزل وسط المطر وقال لكودي هل أنت مفيد فقط لهذا أنت تطبخ وتنظف وتلعب ألعاب الحنقاء فقال له كودي هل توقف عن العد فصرخ الطفل قائلا لا تابع العد فهذا ما تجيد فعله فهل تستطيع أن تجعل والدي أن توقف عن الشجار هل تقدر على ذلك فأجابه كودي لا توجد مشكلة فغضب أدريان أكثر قائلا لكودي إذن أقتل والدي واقتل الكلب واقتلني أيضا فأجابه كودي لا توجد مشكلة وبسبب بقاء كودي مكشوفا لفترة طويلة أسفل المطر حدث به خلل في النظام وظل يردد لا توجد مشكلة عدة مرة فصرخ أدريان إلى ولدته طالبا منها المجيئة وقال لها إن هذا الروبوت قد فسد فعندما سمعت أمه الصراخة خرجت له وبيدها مظلة واسالته عما حدث فقال لها هذا الروبوت الغبي لم يعد صالحا للعمل أريد الحصول على آخر جديد فقالت له والدته أنت بالتأكيد من تسبب في هذا من الأفضل لك أن تعيده يعمل كما كان وإلا ستقوم بتحضير العشاء الليلة وبعد ذلك التفتت عائدة ناحية المنزل انزعج الطفل وقام بإطفاء الروبوت وقام بيعادته تشغيله مرة أخرى ثم دخل إلى المنزل لكن كودي كان به خطب ما شيء ما قد تغير به فنظراته لم تعد ودودة كما كانت مسبقا فلم يطع كودي أوامر أدريان في تلك الليلة ونظر إليه نظرة خبيثة قائلة لأدريان هل تريد لعب الغميضة فقال له أدريان ماذا تفعل يا كودي هيا خرج من الغرفة فرد عليه كودي قائلا أريد أن أكون صديقك فقال له أدريان غاضبا هيا اذهب تنظيف المطبخ قال كودي حسنا لا توجد مشكلة وذهب إلى المطبخ وظل يعد تنازليا أربعة ثلاثة اثنين واحد ها قد انتهي هل أنت جاهز أم لا أنا قادم عند حلول وقت العشاء كان والدي أدريان يتناولان العشاء بكل هدو فسألهم كودي هل يعجبكم الطعام فأجابت الام نعم ليس سيئا ثم سألته الام هل رأيت أدريان فقال لها نعم إنه هنا بالضبط فقد قمت بيعادة تدويره فقالت له الأم لا أفهم ما تقصد فقال لها كودي لقد قمت بتنظيفه وعددته للعشاء فهل أعددته جيدا وبعدا قال ذلك قام بقتل الوالدين هكذا سيكون الحال بالضبط عند بداية ثورة الروبوتات على البشر فقد بدأ كل شيء من خلال أوامر طفل صغير قام بتوجيهها إلى هذا الروبوت عندما أمره أن يقتله ويقتل والديه فقد ظل الأمر مسجلا في ذاكرة الروبوت فبعد أن بقي الروبوت مبللا لوقت طويل تسبب المطر في حدوث خلل في نظامه وبسبب هذا الخلل لم يعد باستطاعة الروبوت أن يطيع الأوامر فبسبب ذكائه الخارق استطاع أن يقلب نظام التحكم ضد البشر والآن نحن في العام 2310 ميلاديا أصبحت أنا من الناجين القليلين الذين يصارعون تلك الالات اللعينة التي أصبحت أكثر ذكاء من أي شخص موجود على هذا الكوكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويأم تابعين هل تعلم يومكم سعيد إن شاء الله مستغربين هل سألوني مين أنا طبعا أنا مبارك من فريق هل تعلم من السعودية طبعا هذه القناة الحمد لله فتحناها طبعا ستكون من ضمن قنوات هل تعلم وحيكون اسم القناة مبارك اسمها هيكون مبارك طيب حديثة يا مبارك إيش راح تقدمنا في هذه القناة أول شي راح أجيب لكم معلومات تقدر تقول عنها إنها شاطحة شي غريب ورح أجيب لكم معلومات طبعا حجيب معلومات غريبة أول مرة تسمعوا عنها وحاعرضها لكم وبرضو راح تكون في مقاطع تحفيزية عندنا يعني أنا هقول لكم أظن لكم القناة هذه راح تستمتعوا فيها وبس عشان تفكيرك ما يروح بعيد ترى أنا ماني صاحب القناة وقناتها لتعلم فيها فريق كامل بيشتغل عليها وهذه القناة قلنا خلنا نجيبها بسلوب جديد وفكرة جديدة والحمد لله الآن القناة فيها اللي هي قناة مبارك فيها ثمانية فيديوهات يعني راح تشوفها وراح تنبسطوا منها صديقون راح نكون أصحاب في هذا القناة راح أشارككم فيديوهاتي وتشاركوني فيديوهاتكم ونعمل عليها ردة فعل وبرضو في حاجة حطلعكم معايا في القناة نقول معلومات مفيدة يعني حتشوفوا شي أنا أضمن لكم أنه هذا الشيء جديد حيكون في القناة وعلى مسؤوليتي وراح تنبسطوا اشتركوا بسلينش في القناة وكالعادة متابعينها لتعلم نحن واثقين منكم ونشاكرين لكم تفاعلكم في القناة وكومنتاتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم وأيضا يعني اقتراحاتكم اللي بتقترحوه علينا في الكومنتات لما ننزل مقاطع وهذا شيء تشكرون عليه ونحن جدا ساعدين ونحاول دايما نقدم لكم الأفضل والشيء اللي بيسعدكم وعلى فكرة القناة هذا سيكون فيها تواصف بينكم بشكل مستمر والقناة سننزل فيها إشياء تحترمكم وتحترم عقلكم وتفكيركم بإذن الله الآن والحين وبرضه سأقول لكم مرة ثانية هحط لكم رابط القناة في الوصف وأنا على يقين أن متابعين هل تعلم زي ما تعودناكم ما رح تقصروا معنا ونحن برضو ما رح نقصروا معكم وراح نقدم لكم الشيء الأفضل اللي رح يفيدكم وراح تسفيدوا منه وأنا واثق من هذا الشيء جميع اللي يتابع قناة هل تعلم عندهم تفكير عالي وعندهم عقلية عالية وبإذن الله نحن ما عملنا هذه القناة ولهذا نحن حاولنا نجيب المحتوى اللي بيناسب تفكيركم وثقافتكم تمنى بس من المتابعين هل تعلم أنهم يقفوا معنا في هذه القناة وتشتركوا فيها وتتفاعلوا فيها لأنه بعد الله سبحانه وتعالى اللي حينجي هذه القناة هم وأنتم الحين زي ما قلنا لكم هنحط لكم رابط القناة في الوصف وتمنىكم تشتركوا فيها وعلى فكر أنا رح أكون منتظركم في هذه القناة ورح تشوف كل شي جميل لإعجبكم بكم رح نستمر ومن غيركم ما رح نكمل أبدا المشوار ختامنا نشاكل لكم على مشاهدتكم وشاكل لكم لوقتكم ونتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد مع السلامة اذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التالى